ملايين الدنمات من المحاصيل الزراعية وآلاف المواشي مهددة بالهلاك في العراق بسبب أزمة المياه التي يواجهها البلد إثر جفاف أنهاره ويرجع مراقبون الأزمة إلى أسباب عديدة منها إقامة تركيا وسوريا وإيران للسدود والمشاريع التخزينية وعدم إطلاق الحصة المقررة للعراق من المياه وعملت إيران منذ سنوات على إنشاء سدين كبيرين على نهر الزاب الصغير أحدهما سد كولكا سردشت وتصل قدرته التخزينية للمياه إلى 800 مليون متر مكعب ويحتاج إلى شهر على الأقل حتى يمتلئ كما تعمل إيران في برنامج محكم لإرجاع الماء إلى بحيرة ورنة التي جفت منذ سنوات محاولة إحياءها من مياه نهر الزاب الصغير باحثون ومختصون أكدوا أنه لم يبقى ملتقى لنهري دجلة والفرات بسبب الجفاف العارم في نهر دجلة وأن منسوب مياه نهري دجلة والفرات بدأ بالانخفاض منذ عام 2010 ويؤكد هؤلاء أن السبب الأكبر للجفاف هو تقليل الحصة المائية للعراق من قبل بلاد المنبع وما زاد طين بالله هو تحويل مجرى بعض الأنهري أو إلغاء مجراها للعراق من قبل إيران المستقبل المائي المخيف في العراق دفع وزير الموارد المائية حسن الجنابي في شكوى واضحة من تقسير الجهات الحكومية في إيجاد حلول للأزمة المائية للاعتراف بأن الوضع المائي يزداد صعوبة وأن المعطيات كلها تشير إلى استمرار شح المياه الوزير شك كذلك من ضعف التجاوب مع وزارته من قبل الجهات الحكومية الأخرى المعنية فيما وصفها بالكارثة المائية مضيفا أن الكثير من المعنيين ينتظرون الفرج دون اتخاذ إجراءات مطلوبة ومعروفة كذلك قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي إن واردات العراق من الحبوب لسنة 2018 ستشهد ارتفاعا كبيرا جراء التقسي الجهف وأن الجفاف الحالي يهدد العديد من القطاعات كالصناعة والتجارة والزراعة والثروة السمكية كما سيؤدي إلى توقف ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في الموصل وحديثة وكردستان العراق